السلام عليكم مرحبا من اصدقاء المبدعين معكم خولة اليوم رح اشرح طريقة سهلة لصنع دفتر او البوم مذكرات من اعادة التدوير انا عندي هذا الصندوق كانلي كالندر او كرتونة كانتلي كالندر 2018 لها السنة فعسيت ان الكرتونة قوية فتناسب اني استخدمها للغلاف طبعا ممكن تستخدموا اي كرتونة ثانية للبسكويتات او اي شي ثاني طبعا تشوفوا الحجم اذا يناسبكم او لا طبعا انا هني قصيت الزوائد وحاولت اني حاط الزوايا والاطراف تكون سيدة ومرتبة عشان رح يكون عندنا الغلاف في الدفتر مرتب ومظيف طبعا رح نستخدم رح نستخدم اوراق عشان نغلف في الدفتر وما رح يبين علينا عندنا اي من نوع الكرتون طبعا رح نغطيه بالكامل ممكن تستخدم الالوان اذا تحبوا بس انا حس انه نغلفها بورقة طريقة انظف انا عندي هني هذي التغريف هدايا من ديفانيز دياري لان حجمها كبير وتناسب حجم الكرتونة اللي عندي او غلاف الدفتر النهائي رح يطلع عندي فاستخدمته طبعا كل اوراق اي انا 12 ف 12 اكبر حجم فحسيت ان هذا التغريف الهدايا مناسب طبعا ممكن تستخدموا اي شي انتو تحبوه على ذوقكم استخدموا كل الاشياء اللي عندكم عشان يطلع لكم طبعا ما بمهم ان يكون الاطراف الورق متساوي لان في النهاية رح نغطيه هني بديتنا حط اللصق رح احط اللصق على الاطراف كلها طبعا في البداية هذه الجزئية اللي في الوسط رح احط فيها لصق زيادة عشان ما تتبطل عندي وراح احط كذلك على الكفر او الغلاف الدفتر طبعا بهذه الطريقة وحاول ان يخليه على الطرف بالضبط طبعا هني في البداية شوي شوي رح اخوز اللصق هني نخوز في الوسط وراح اضغط عليه بقو عشان تأكد انه لصق وراح طبعا هني المرحلة الثاني هني رح اخوز اللصق من جهة واحدة ولصق طبعا في البداية انا سويت هذه الحركة الورقة ما طلعت يعني مو متساوية يعني حسيت اني لوح يعني ما سويتها كان احسن يعني شوفوا هني بيين علي انه مبلاصق عدل طبعا هني هذي الطريقة هي الافضل هني خوزتها وبعدين ضغطتها بشكل متساوي على الطاولة وبعدين شوي شوي كسفتها طبعا ان الكرتون عندي فيها هذي الطيات فيكون عندي سهل اني اطويها الحين هني رح اطوي الزوائد على داخل من الجهات الاربعة عشان انه لما احط لها لصق ولصق اه تسهل علي طبعا رح اضغط شوي قوي وبعدين رح اقص بالمقص الزوايا الخارجية لان ما رح نحتاجها وطبعا هالطريقة تسهل علينا انه نغلف الكرتونة بطريقة اسهل وابسط وبطريقة نظيفة هلي طبعا انا رح احط اللصق على طرف التغليف من برا وعلى طرف الكرتونة من الداخل ورح اضغط طبعا بهذه الطريقة عشان ما تبين عندي اي كسفات واي زوائد طبعا من الجهتين اما من الجهة الطويلة رح اقص الجزء الوسطي من الجهة هذي طبعا انا قصيتهم عساس سهل علي لان اذا قصيتهم سي رح تكون وايد كسفات طبعا انا رح استخدم اللصق طبعا استخدموا اللصق تحاول انكم يكون قوي طبعا انا حبيت الجاف لانا حسيته انظف طبعا هني بعد ما لصقته كامل والحين هذا الكفر من برع جاهز بس من داخل رح ايب ورقة ورح اغطي هذي الجزئية طبعا على راحتكم تستخدموا اي اوراق اي اوراق عندكم وهني انا طبعا حط اللصق على الاطراف الاربعة طبعا انا هالاوراق اغلبهم اوراق عندي يعني بقايا فاحاول اني استخدمهم في هذا المشاريع الا ما تحتاج اه ورقة كاملة طبعا هني رح اخوز اللصق بس عن جهتين وراح اترك جهتين عشان ما يخترب معاي مثل كل مرة هني بهذا الطريقة وبعدين طبعا بعد ما لصقت وشفت انه متساوي رح اخوز عن الجهتين الثانيات واضغط عليهم عشان سيكونوا مرتبات هني طبعا رح استخدم المصطرة وراح استخدم الادات الثانية او التحديد عشان يسهل عليه انه اكسف الورقة خاصة انه الورقة اللي في الوسط بعدها ما فيها هذي الطية فبها الطريقة انا انتهيت من الغلاف في الدفتر وطبعا هني بديت طبعا خضيت المقاسات الاوراق اللي رح استخدمهم داخل الدفتر طبعا هو الورق اللي لداخل رح يكون قياسة خمسة في ستة انش فلذلك انا رح حيب ورقة قياسها خمسة في اثناشر انش وراح اكسفها بالوسط عشان يكون عندي الاوراق من داخل طبعا رح اطلع بديت اطلع كل الاوراق اللي عندي البقايا اللي استخدم جزء منهم وطولهم على الاقل اثناشر انش ولا خمسة انش في بعضهم كانوا اقل عن خمسة انش بس اضفتهم بعد نفس الشي في البوم او في الدفتر هني عندي طبعا انا ما استميت بنوع النوعية الورق استخدمت اوراق مزخرفة او اوراق سادة اوراق كمبيوتر اوراق شفافة فاستخدمت كل اللي عندي بدون ما يعني حط قيود طبعا بعدين وانا رح اشتغل عليه رح يعني اكتب او ولصق رح استخدم اشياء اضافية اذا اريد مثلا مساحة للكتاب ممكن استخدم ورقة سادة عشان اكتب فيها طبعا هني بديت جمعت الاوراق وبديت اثنيهم هذي عندي انا ورق شفاف عندي هني اوراق ثقيلة في اوراق خفيفة مثل ما قلت طبعا هذي القطعة البلاستيكية تساعدني جدا اني اكسف الاوراق وخاصة الاوراق الثقيلة حاولت وانا ارتب يعني اسوي مجموعات من الورق حاولت ان الالوان تكون متناسقة الرسمات تكون متناسقة وبديت طبعا احطهم نفس هذه الطريقة في البداية سوي ثلاث مجموعات بعدين حسيت ان عرض الغلاف اللي سويته يحتاج شوي زيادة فضفت مجموعة زيادة تقريبا المجموعة الوحدة فيها 11 ورقة فبتعطيني في النهاية 12 12 صفحة اعتقدتي او عفوا 22 فالدفتر راح يكون كامل عندي يمكن ثواني وثمانين صفحة تقريبا هني بديت طبعا اني اجمعهم ما راح اقريكم لان شوي ممل وهني طبعا انا خلص سويت مجموعاتي الاربعة بس عندي ان الاوراق اللي في الوسط بدت تطلع على برع بهذه الطريقة فراح اقصهم راح استخدم المصطرة المعدنية وراح استخدم الكتر او الكرافت نايف هذي وراح احاول اني اقصهم طبعا في البداية ما طاعي قصف راح استخدم شوي المقصف النهاية بس عشان ارتب الاطراف طبعا هذه هي المرحلة الاولى في صنع الدفتر في هذي الفيديو ان شاء الله الفيديو لياي راح اخبركم كيف راح انخيط المجموعة الاوراق مع غلاف الدفتر وانتظروني وسووا اشتراك للقناة عشان يوصلكم الفيديوهات او البول واتمنىكم استفدتوا واستمتعتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة